يا صباح الفل الفيديو النهاردة هو تحدي للكسل هو جاه بدأ معي الموضوع بطريقة غريبة جدا الصبح كنت بتفرج على فيديو للماما مملكة كانت بتتكلم عن ان في اماكن بننسى ان نضافها طبعا انا كنت مستبادة تماما ان انا في حاجة في مطبقي او في بيتي مش بنضافها فقمت شيكت لقيت ان كله تمام بس افتكرت حاجة افتكرت ان انا محركتش غسالة الاطباق من مكانها من 15 سنة 15 سنة هي العمر بتاع غسالة الاطباق ساعة ما جت وساعة ما عملت السيراميك اللي قدامك ده وانا ليه بعرض السيراميك ده لان المنظر اللي حتشوفوه تحت الغسالة بتاعة الاطباق رهيب فانا كنت حابة اقول لكم ان والله انا مش قذرة وان المنظر ده مش بتاعي وان انا مطبخي نضيفه زي الفل انا نفسي سواقت يعني مش هتتخيله المهم شايفين مطبخي يعمل ازاي شايفين الفراغات اللي ما بين السيراميك اللي للناس بتبقى محترة فيها انا ما عنديش غير كام نقطة سودة ودول بسبب ان الجير الابيض او الجبس الابيض او الاسمانت الابيض بيبقى واقعت عليه حاجة تقيلة فكسرته انما غير كده انا فواصل السيراميك عندي دايما بيضة لدرجة ان اي حد بيشوفها بيفكرني لسه مغير السيراميك مع ان السيراميك ده عمره 15 سنة مفيش بس غير كام نقطة بيضة اللي متكسرين في الاسمانت الابيض بنظفه ازاي؟ الفكرة ان انا ما بسيبهش يتوسخ احيانا كتير لما بنيجي النظف بنظف في الارض بفوط او اقمشة مش نضيفة وهو ده اللي بيوسخها انا دايما فوتت الارضية نضيفة وزي الفل لان هي اللي بتوسخ الارضية مش بتنظفها لو كانت مش نضيفة المسامات اللي في الاسمانت الابيض اللي بين السيراميك بتنتص الوساخة ويلا بينا نشوف انا عملت ايه عشان انضف تحت غسالة الاطباق انا طبعا قمت شدتها زي ما انتو شايفين كده فيه في الجناب وساخة بس دي مش اي حاجة بالنسبة للمهزلة اللي جوه شايفين المنظر؟ مرعب مرعب انا متخيلتش انا صعيقت بس ما تخيلتش انها ممكن كمان تبقى متوسخة للدرجة دي جبت الادوات اللي حنضف بيها دي طول وفوت المايكروفايبر بتاعتي جاي فيه النضاف ازاي الفرشة والجروف وفرشة عشان نتعجبيها الارض وطبعا الهاربك هو ده اللي لتوالتات بس يعني بالمنظر اللي فيه الارض كان لازم حاجة قوية اول حاجة لميت طبعا الوسيقى اللي في الارض دي بالجروف وبعدين بقى بدأت احط المواد اللي عندي اللي هنضف بيها بدأت بالهاربك وبعدين هحط الدي طول طبعا مركز انا مخففتش حاجة انا مظلومة من المنظر وشوية مية وبدأ ندعك الارض بالفرشة بنلم من نضيف للوسيقى وحنلم كل ده ونخسل الفرشة ونرجع ندعك تاني احنا لمينا كل الوسيقى اللي كانت موجودة وغسلنا الفرشة عشان هنبتدي ننضف ما بين الفواصل الفواصل المبين السيراميد زي ما انتو شايفين هي راجعت بيضة تاني وطبعا هننضف الخراطسين بتاعة الغسالة ونلم اي حاجة وقعت منها او اي حاجة متبقية في الارض بفوتة ونرجع نجيب الفوتة تاني نضيفة ونمسح بيها وفوتة بقى في الاخر نضيفة خالص هنبتدي بيها نلمع الارض ونشيل اي بواقيل اي حاجة الفواصل اللي انا بستخدمها دايما نضيفة بخلص وبخسلها شايفين المنظر بقى اعمل ازاي شايفين الفواصل راجعت بيضة ازاي بس كده نمسح جناب الغسالة من فوق وتحت وكده تمام زي الفل اشوفكم في فيديو جاي ان شاء الله